في جانب آخر قرر رؤساء الاتحادات الخليجية لكرة القدم في اجتماع الذي عقد ظهر اليوم الأثنين في مقر الاتحاد الكويتي نقل دورة كاس الخليجي للحادية والعشرين المقررة عام 2013 من العراق إلى البحرين بسبب الأوضاع الأمنية على أن ينظم العراق النسخة الثانية والعشرين طبعا كان من المقرر أن تكون النسخة المقبلة في البصرة وكان أمناء سر اتحادات دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق اعتمدوا في اجتماعهم بالكويت في سبتمبر الماضي توصيات متعلقة بإقامة الدورة بينها مطالبة الاتحاد العراقي بالتنسيق مع الاتحاد الدولي كرة القدم لاعتماد موافقته على إقامة الدورة في مدينة البصرة على اعتبار أنه سمح فقط بإقامة المباراة الكروية في ثلاث مدن في شمال العراقية الأربيل وأسليمانية ودهوك وجاء تقرير أمناء سر الاتحادات الخليجية بعد طلاعهم ومناقشتهم لتقرير الزيارات المدانية لللجنة المنبثقة والتي ضمت مجموعة من المهندسين تفقدت التفاصيل الخاصة بالمدينة الرياضية إضافة إلى زيارة الفندق التي تستضيف الوفود أو الفنادق التي تستضيف الوفود وذلك لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاستضافة في اجتماع رؤساء الاتحادات